خبر الأستاذ وحيد حامد كنا نعلق عليه فقدناه كان قيمة كبيرة الحقيقة أنا عرفت الخبر من عندك أنا قاعد بتابعك قبل ما أخش معك في الحلقة الأستاذ وحيد حامد قيمة كبيرة جدا يعني نموذج للكاتب الكبير اللي بيستشرف أفاق المستقبل واللي أنت لما تقعد تتفرج على أفلامه وعلى مسلسلاته تجد قد إيه كان معبرة عن حاجات واقعية جدا وبيعملها بطريقة لطيفة جدا وبطريقة سالسة جدا وبعد كده كل اللي بيتقال يعني لسه زي ما حددك كنت بتقول طيور الظلام مشوف نسخة مقررة من الواقع يعني الكباب والإرهاب والأزمات والموجودة والدواوين والحكومية وفكرة أنك قاعد بتدعي التدين على حساب العمل وبعدين فكرة على فكرة بسيطة جدا تخلي توصل الأمور لمرحلة إيه حاجات كتيرة كتيرة لو قعدنا نحكي عن وحيد حامد الحقيقة الحلقة كلها لن تكفيه لأنه حد جميل ومتقلق ونجم كبير ومبدع حقيقي ومؤثر وحكته ديت ويعني تأثيره ده سوف يستمر لأجيال طويلة من العلامات المميزة القوية المؤسرة في تاريخ الصحافة وفي تاريخ الكتابة السينمائية وفي تاريخ الكتابة الدرامية وحيد حامد يعني مفكر ومبدع لن يمحى أثره بسهولة بالعكس هيعيش معنا سنوات طويلة مقبلة كمان كان صاحب مبدأ وصاحب فكر الحقيقة ما كانش أبدا بيحيل عنه ودي من الحاجات اللي كانت بتميز شخصيته المحترمة طبعا ربنا يرحمه ويحسن إليه ندخل بها سوزة بمحسن في السياسة وملف السياسة